اشتركوا في القناة ميتاً على أرض الحمام في شقته في منطقة جرينيتش فيليتش في منهاتن على ما أفاد متحدث باسمها وأوضح الناطق لوكالة فرانس براس أن الأمر يبدو أنه يتعلق بجرعة زائدة من المخدرات مشيراً إلى العثور على حقنة في زراع الممثل وعثير أيضاً على ظرف يحوي الهيرويين في مكان قريب وأضاف أن فيليب سيمور هوفمن كان يرتدي سروالاً قصيراً وقميصاً قطنياً وكان بمفرده عند وفاته ولا أثار تشير إلى أنه تناول الكحول أو العققير أيضاً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر